زارت قيادة من السلطة المحلية وبحور تعيز العسكري والأحزاب والقوى السياسية يوم أمس الاثنين المقاتلين في منطقة الكدحة غرب المحافظة حيث كان في استقبالهم قائد اللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشمساني تأتي هذه الزيارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمشاركة المقاتلين أفراحهم في مواقعهم بخطوط النار وتفقد أحوالهم في ظل استمرار خروقات ميليشيا الإرهاب الحوثية للهدنة ورفضها تنفيذ المبادرة الأممية وتغاصل إرسال تعزيزاتها المسلحة إلى تعز ورحب رئيس أركان محور تعز بجميع القيادات السياسية والحزبية والشعبية شاكرا حرصهم على النزول الميدانية للجبهات في أيام العيد لدعم المرابطين ومشاركتهم أفراحهم العيدية في مواقعهم الأمامية وشكر قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عبد الرحمن الشمساني جميع القيادات على زيارتهم للمقاتلين في الجبهات مستعرضا آثارها المعلوية ومؤكدا استعداد المقاتلين لردع الميليشيا في أي وقت فيما جدد قادة الأحزاب والقوى السياسية وقوفهم إلى جانب الجيش الوطني ودعمهم الكامل لمعركة التحرير وكسر الحصار مشيدين بمعنويات الجيش العالية ومقدرين تضحياته وصموده في الدفاع عن تعز خلال أكثر من سبع سنوات وعبر المقاتلون عن ارتياحهم لهذه الزيارة مؤكدين استعدادهم تنفيذ أي مهام وجاهزيتهم لردع الميليشيا والدفاع عن تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر